شجاز طب يلا بينا بيبدأ في الميناء في حمام مظلم جدا وبالتحديد في البنيو اللي بيفوق فيه واحد اسمه ادم وادم ده ما كانش عارفه وفين ولا وصل هنا ازاي ويبدأ يصرخ عشان اي حد يسمعه وفعلا بيكون في شخص معاه في الحمام واللي هو دكتور اللورنس وبيحاول اللورنس يدور على الزرار بتاع النور وفعلا بيشغله علشان يكشفوا المكان اللي هم فيه واللي كان عبارة عن حمام عفن وكذر جدا وفي وسط الارضية بتاعت الحمام بيلاقوا جسط رجل وموجود في ايده مسدس وفي اليد التانية وبنكتشف ان لورنس وادم رجلهم متربطة بسلاسل او بيقدروش يتحركوا والاتنين بيكونوا مش فاكرين ازاي هم ما وصلوا هنا ومين اللي خطفهم ورماهم الرمية السودة والمعفنة دي وفاجأة ادم بيتخضوا بيقول له دكتور لورنس بص على ظهري بسرعة يمكن يكون سرق وكليتي فلورنس بيقول له لو سرق وكليتك ما كنتش هتبقى قادروا تقف تكلمني كده يا عم انت وبيلاقوا في الحمام ساعة والساعة بيكون متركبة جديد فبيستوعب الدكتور ان الساعة دي اتحطت عشان الخاطف عايزهم يقرافوا الوقت وبيفتش ادم في جيبه وبيلاقي ظرف جواش ليد صغير مكتوب عليه شغلني ولورنس هو كمان بيدور في جيبه وبيلاقي واحد كمان وكمان بيلاقي ارصاصة ومفتاح صغير فبيحاولوا يفتحوا بيه اللي قفال لكن ما بيفتحش وبعدها بيشوفوا الكست اللي في ايد الجسة وايدا بيحاول يشدوا بالاميس عشان يشغلوا الشريطين والرسالة بتاعت ادم ما بيكونش فيها كلام مفيد خالص ولكن صوت الشخص اللي بيتكلم بيكون صوت غريب ومميز بعدها بيشغلوا الشريط بتاع لورنس والخاطف بيقول فيه لورنس ان امراته وبنته هيموته لو هو ما قتلش ادم قبل الساعة ستة وبعدها بيقول له في كزا طريقة تقدر تهرب بها من هنا دور على علامة اكس وبيعيد لورنس التسجيل وبياخد باله من جملة التسجيل والجملة هي هتلاقي الحل عند القلب وبيعضي بص حواليه في الحمام وبيلاقي فعلا رسمة قلب على الاعداء بتاعت الحمام وادم بيروح يدور فيها وبيلاقي كسا سودا جواه منشارين وادم بياخد المنشار وبيحاول ينشر السلسلة لكن طبعا ما بيقدرش وبرضو لورنس ما بيقدرش فبيقول لادم ان المنشار ده عشان نقطع رجلينة مش عشان نقطع السلسلة وبعدها لورنس بيقول لادم انا عارف من السبب اللي احنا في ده اللي عمل فينا كده اسمه سفاح الالغاز والشرطة بتدور عليه لانه بيقدر الضحاء بتراوح شيء او بالاصح هوا ما بيقتلهمش وبيخليم يقتلوا نفسهم واولهم كان واحد حاول انتحر ولكن لحقوق فالسفاح خطفه وحطه في مكامل لان اسلاك شائكة وقال له انت جرحت نفسك عشان تموت قبل كده المرة دي هتجرح نفسك عشان تعيش وتخرج من اسلاك دي لكن الضحية فشلت ومات وهو بينزف دم كتير جدا وبعدها كان في واحد تاني حطه في غرفة وقفل عليه وحطه على جسمه بنزين وستبله شمع عشان يعرف يشوف الرقم السري بتاع الباب من على الحيطة ويفتح الباب ويخرج لكن نار الشمع مسكت في جسمه ومات محروقه وكمان وبعد الضحايا دي الشرطة اشتبهت ان اللي بيقتل الناس دي هو انا لان فيه الام ليا علي بصماتي كان موجود في موقع واحدة من الجرائب والشرطة اخذتني وحققت معي لكن الحمد لله اثبت له من الوقت اللي حصل في الجريمة انا كنت مع حد تاني خالص لكن كان فيه محاق اسمه تاب حطني في دماغه وخلينا اسمع شهادة واحدة من الضحايا اللي قدروا يعيشه واللي السفاح خطفها وربط حوالين بقها مصيادة حديد واللي لو فتحت مرة واحدة هتفجر راسها لنصين وكان المفتاح اللي بيفكر من مصيادة دي موجود في بطنة خطبها اللي السفاح كم يديله مخدر وبين كأنه ميت فالضحية امان ده اخرت سكينة وقعدت تقطع في بطنة خطبها لحد مما طلعت المفتاح من وسط الامعاء بتاحته وفكت المصيادة قبل ما الوقت يخلص وتمود وكانت امان ده مدمينة مخدرات وقال في التحقيق ان السفاح ساعدها تعرف ايمة حياتها ومن هنا بيكتشف ان السفاح ده بيخطف او بيقتل الناس اللي بيضيعها حياتهم بيديهم زي الرجل اللي حاول ينتحر او امان ده المدمنة وبعد ما بيسمع ادم كل ده بيتعصب وبيكسر المرأة اللي كانت في الحمام لكن بيكتشف انها مرأة شفافة وان وراء كاميراب بترائب كل اللي بيعملوه وبنكتشف فعلا ان في شخص قاعد بيرائبهم وبيهدى لورانس اللحزة كده وبيقعد يفكر في بنته وبيطلع محفظته وبيرميها الادم عشان يشوف صورة ببنته وادم بيلاقي صورة في المحفظة فيها بنته ومرأة الدكتور لورانس متكتفين ومربطين ومكتوب ورا الصور غمض عينيك وفي الضلمة هتلاقي علامة اكس وبيخبي بادم الصورة وبيرهاش للورانس عشان ما يتعصبش ويفكر ان يقتل ادم فعلا ويسمع كلام السفاح عشان ينقذ عيلته وبيفتكر لورانس اخر مرة كان مع بنته ومراده وبنكتشف انه بعد اما خرج من البيت فيه راجل مسك البنته والام وربطهم واحددهم من المسدس فقريبا الراجل ده هو السفاحة اللي خاطت لكل حاجة وبرضه كان بيرائب بيت الدكتور المحقق تاب اللي كان شكله مضغير وبان عليه الجنن وبقى مهوز بالموضوع وبنكتشف اللي حصل وهو ان المحقق كان بيراجع الفيديو اللي عمله السفاحة للضحية امان ده واكتشف المكان من صوت انظار الحريق اللي موجود في خلفية الصوت بتاع الفيديو وبروح للمكان هو وزميله سينج وبيدخله وبيلاقي حاجات كتير غريبة جدا وبيلاقي الدمية بتاعة السفاحة اللي بيستخدمها عشان يوصل الرسائل وبيلاقي اقناع خنزير وبرضو بيلاقي ضحية جديدة على كرسي ولسه صاحي وتقريبا دي الضحية اللي عليه الدور وقبل ما يفكوه بيسمع صوت فبيستخبوا لحد لما السفاح يخش لكن هوش بيبقى مضغطي وما بيكونش باين وبيوجم عليه الزباط وبيقوله استسلم لكنه بيشغل الشانيول اللي كان مربوط قصد دماغ الضحية وكانها يخرومها والسفاح بيقول لهم انقذوا الراجل او اقتلوني فسينج بيحاول ينقذ الضحية والسفاح بيشق رابة المحقق تاب وبيهرب وسينج بيجل وراه وبيضرب على السفاح وبيضع على الارض ولكن السفاح بيكون عامل فخص سينج وفي خطع الارض اول ما سينج بيدوس عليه في مندقية بتضرب عليه نار من السقف وبيموت سينج وبيقوم السفاح وبيهرب وبيقش المحقق تاب وهو مسك رقابته اللي بتنزف وبيكتشف ان صاحبه سينج مات بعدها بنكتشف انهم انقذوا المحقق تاب لكنه بقى موز بالقضية واضطرد من الشرطة وبقى شغل والشاغل انه يرقب دكتور لورنس لانه لحد دلوقتي شاكك ان دكتور لورنس هو السفاح وعايز حاجة يثبتها عليه وبنرجع تاني للحمام والادم بعد ما قرأ الرسالة وعرف انهم عشان يلاقوا الاكس لازم يبقى في ظلمة فبيطلب من لورنس يضف النور وفعلا بيلاقى اعلامة اكس على الحيطة فلورنس بيكسر الحيطة وبيلاقس هندوق جواس جارتين وتليفون وبيمسك التليفون وبيحاول يرن على الشرطة لكن بيكتشف ان التليفون بيستقبل المكالمات بس لكن ما بيرنش وبيلاقي رسالة في السندوق مكتوب فيها ان السجال ما فيهاش ضرر لكنه يقدر استخدمها عشانية الادم وينقذ عيلته بس لازم يشغل دماغه وبعدها بيفتكي في التسجيل بتاع السفاح ان من ضمن الكلام ان الرجل اللي مات على الارض دمه فيه سم ويقدر لورنس ان يحط السجارة في الدم بعد كده يديها الادم عشان يشربها ويموت ولكن لورنس كان دكتور وما كانش يقبل على نفسه ان يقتل اي حد فبيطف النور وبيوشوش ادم وبيقوله انه هيحط السجارة في الدم لكن مش هيدهاله وهيدي له واحدة تانية سليمة بس ادم لازم يمثل انه بيموت عشان لورنس ينقذ عيلته وفعلا بينفزه الخطة دي لكن ادم هو عمل نفسه ميت الخطف بيكهربه من السجارة اللي مربطه في رجله فبيصرخ ادم واللي بيرائبهم بيكتشف انه روس تعايش وبتفشغ الخطة وبعد ما فشلت المحاولة دي التليفون بيرن وبيكلم لورنس بنته وبتقوله انهم مخطفين وان الراجل معهم مسدس وبتطلب من ابوها ينقذهم وبعدها الخطف بيدي التليفون لمراته واللي بتقوله لو معك واحد اسمه ادم ما تصدقوش واي حاجة يقولها اوعى اوعى تسمع كلامه فيها ادم ده كداب وبيرائب اكوه كمان طبعا الخطف هو اللي لا تقول لورنس كده عشان يجد الادم ويخلص منه بس برضو ادم ما كانش بيقول حقيقة وبنكتشف ان ادم كان شغال مع المحاقق تاب وبيرائب لورنس وبيصوره في بيته وفي شغله عشان يمسك عليه حاجات ويديها لمحاقق وكمان ادم اكتشف ان لورنس كان بيقوم مراته وبعدها ادم بيطلع الصور اللي اخدها لورنس وبيقوله انا لقيت الصور بتحتك موجودة هنا في كستر منشور ولكن خبيتها منك بعدها بيسأله وانت كان عندك راجل غريب في بيتك مبارح انا رأت صورة من الشباك لواحد غريب فلورنس بيبص على الصورة وبيلاقي فيها زاك وزاك ده كان ممرض في المستشفى وشغال معاه اصلا وبيكتشف هنا ان زاك هو السفاح وهو اللي بيرائبهم وهو اللي خطف مراته وبنته واسناء ما هم بيتكلمه ادم بياخد باله ان الساعة جات ستة وبيكتشف فعلا ان زاك هو اللي كان خطف مراته وبنت لورنس وبيجهز المستدس بتاعه عشان يقتلهم ولكن بيتصع على لورنس وبيخلي مراته اتكلمه عشان تقوله ان زاك هيقتلهم بس نتا لمرات لورنس بتضرب زاك وبتسرق منه المستدس وبتحاول تقول لورنس اللي حصل بس زاك بينط عليها وبياخد المستدس منها وبيضرب كسا تلقى على الفاضي فالمحاق يهتم اللي بيرائب بيت الدك بيسمع على الاسواب بتاعت النار وبيجم على البيت وناتلي وبنتها بيهربوا والمحاق بيتصارع هو وزاك بعدها بيخرج زاك وبيركب عربيته وبيهرب والمحاق بيجل وراه وبينزله من العربيات وبيخشه في نفق دايق وبيضربه على بعض نار وفي الاخر زاك بيقدر انه يقتل المحاق وبعدها بيمشى على الحمام عشان يقتل لورانس وادم اثناء ما كل ده بيحصل لورانس كان على التليفون مع امراته وسمع درب النار وسمع صراخ بنته وسمع كل حاجة فبدأ انه يخش في حالة يستيرية بعدها القهرب هو كمان من السلسلة بس لما فاء بقى عام زي المجنون اللي بيعيط وبيقول انه لازم انقذ عيلتي فبيقلع عميصه وبيربطه حوالي رجله عشان يقلل النزيف بعدها بيجيب منشار عشان يقطع رجله وبيقوم وبيمسك الرصاصة وبيحطه في المسدس اللي كان في ايدي الجسة وبيضرب نره على ادم وبيقتله وبيقول الكاميرا انه عمل المهمة سيب عيلتي بقى تعيش وبيخش عليه زاك بعد اللي عمله وبيقول له انت تأخرت وخسرت في المسابقة وكان هبيضرب نره على لورانس لكن بيكتشف ان ادم كان لسه حي وبيمسك زاك من رجله وبيوقعه بعدها بيكسر راسه برخامة وبيقتله خالص وبنكتشف ان لورانس ضرب ادم في كتفه لكن ما قتلهوش وقال له انه يسحف عشان يجيب حد يساعدهم وإلا رجله هتنزف ويموت وبعد ما بيخرج لورانس بيدور ادم على مفتاح السلسلة في جيب زاك لكنه بيلاقي مسجل زي اللي كان معاهم وفيه رسالة من السفاح الحقيقي وبيقول فيها زاك على كل الحاجات اللي هيعملها الخطف والقتل وكل البلو دي وإلا هيموت من السم اللي موجود في دمه وعشان ياخد العلاج لازم يسمع كلام السفاح الحقيقي وينفذ الخطة عشان ياخد العلاج في الآخر وبعدها بتقوم الجسة لكات ميتة في وسط الحمام من البداية وبنكتشف ان ده السفاح الحقيقي وبيقول لآدم مفتاح السلسلة كان في البانيو بس انتم ما قمت في الأول شهدت السدة والمفتاح نسعها في المجاري وبيمسك آدم المسدس بسرعة عشان ينضرب على السفاح ولكن السفاح بيكاربه وبنكتشف ان هو اللي كان في ايدور رموت اللي بيكارب بيه لورانس وآدم وبيخرج السفاح من مكان وبيقفل على آدم عشان يموت لوحده في الضلمة وفي النهاية بنكتشف ان السفاح ده مريض واسمه جون وعنده سرطان وكان بيتعالج في المستشفى عن دكتور لورانس وممرت زاك وانه عنده سرطان غير قابل للعلاج وحياته فضل لها ايام معدودة عشان كده هو بيعاقب اي حد ويضيع في حياته زي المدمنة اماندة او الرجل اللي حاول ينتحر او دكتور لورانس اللي بيخوم مراته فيا ترى هل سفاح الغاز جون هيعاقب حد تاني ولا خلاص ايامه خلصت ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي او الاجزاء الجاية مسئل سيلة افلام سور هتنساش تعمل لها اشتركوا في جناة وتفعل الجرس عشان تتابع كل الاجزاء اللي هنزلها اشوفكم في فيديو الجاي يلا سلام